بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين مرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قلوب عامرة في كل مكان مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون مرحبا بالجميع النهاردة يوم الأربع اليوم المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنتشرف باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة ده اسم صفحتنا بنستقبل عليها أسئلة حضراتكم بنجيب عنها كل يوم أربع بناخد الأسئلة كده اتباعا وبتكون الإجابات يعني أكثر تفصيلا منها على الهوى احنا بنلتقي بحركم من السبت إلى الأربعاء من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم بناخد أسئلة المشاهدين الكرام على الهوى مباشرة قدر الطاقة بنجاوب على أغلبها في ذات الحلقة والأسئلة المحتاجة وقت أو محتاجة بحث بنرجعها إلى حلقة الأربع ضمن الرد على أسئلة المشاهدين اللي بتفت على الصفحة الرسمية للبرنامج ومعنا النهاردة ويوم الأربع طبعا هو المخصوص للرد على الأسئلة وبنعرض كمان فيه كتابنا كتاب قلوب عامرة النهاردة معنا سؤال أرجعنا من إحدى حلقات الهوى إلى الحلقة الخاصة بتسجيل الرد على أسئلة المشاهدين كانت السائلة الكريمة بتسأل ما الفارق بين الأبرار والمتقين هو الأبرار والمتقين هما من المصطلحات القرآنية اللي بتشير إلى أصناف من الناس فئات من الناس اللي هما بيتصفون بصفات محددة بيمتازون بالأبرار بيمتازوا بالأبرار والمتقين بيمتازوا بالتقوى بالصلاح بالنسبة للأبرار يعني ما نشوف إيه الصفات اللي بتميز كل صنف منهم الأبرار هما الذين يتصفون بالبر والبر اسم جامع لكل خير وده بيشتمل المصطلح ده على معنى الصلاح ومعنى التقوى ومعنى العمل الصالح بيشير كمان لفظة الأبرار إلى التزام أصحابها بالأوامر الدينية وأداء العبادات بطريقة تامة مع اشتهار الأبرار بصفة مميزة أوي هي إحسنهم إلى الناس وإحسنهم في معاملة الآخرين بالعدل والرحمة والإنصاف ودي من أهم صفات الأبرار الإحسان إلى الناس أما المتقون هما اللي بيتصفوا بالتقوى التقوى اللي هي الخوف من الله تعالى وإنه هما ملتزمين بأوامر المولى سبحانه وتعالى بيجتنبوا النواهي اللي ربنا قال ما تعملوش كده نهن نحن نعمل حاجات معينة هما ملتزمين جدا بيها يخشون يعني عصيان الجليل سبحانه وتعالى فيجعلون أهل التقوى أو المتقون يجعلون بينهم وبين غضب الله تعالى وقاية من هنا اتصفوا بأنهم المتقون اللي جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية بأداء المطلوبات والبعد عن غضبه سبحانه وتعالى ومن أخص بقى صفات أو أوصاف المتقين الخوف من الله تعالى ومراقبة المولى سبحانه وتعالى في السر والعلن وإنهما بيبعدوا نفسهم عن الزنوب والمعاصي وعندهم حرص على كده وحرص كمان على طلب مرضات الله سبحانه وتعالى يبقى لو حبيت أشوف الفرق بين اللفظين في ضوء ما سبق يبقى لفظة الأبرار جاية من البر والبر زي ما قلنا اسم جامع لكل أنواع الخير وهو البر مفهوم شامل بيتضمن تحته التقوى التقوى بقى بتركز بشكل أكبر على الخوف من الله تعالى والتعاد التقي عن المعاصي بينما البر بيشتمل كذلك على الإحسان إلى الناس وأداء الحقوق ورعاية الحق والعدل والإنصاف في معاملة الناس يعني يمكننا أن نقول أن مفهوم الأبرار أو لفظة الأبرار أعم من لفظة المتقين من حيث الشمولية في الصفات والالتزام وهكذا ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وهو الآية بتشير إلى نعم الله تعالى على الأبرار في الآخرة نتيجة أعمالهم الصالحة وإحسنهم في دنياه ويقول المولى سبحانه وتعالى في حق المتقين إن المتقين في جنات ونعيم فبيشير إلى النعيم المعد لأهل التقوى نتيجة لتقواهم وخوفهم من الجليل سبحانه وتعالى في حياتهم الدنيا ونخلص بقى في النهاية إن الأبرار يمكن اعتبرهم فئة اجتملت يعني على كل خير من هنا هنقول إن الأبرار فئة أشمل لأنهم بيجمعوا ما بين التقوى والإحسان إلى الناس والعمل الصالح بشكل عام بينما المتقون من أهم صفاتهم التي تميزهم بشكل أساسي هو حرصهم على طاعة الله وتقوى واجتناب المعاصي فاللهم اجعلنا من الأبرار المتقين اللهم أمين أجمعي السؤال الثاني لمعانا النهاردة سائل بيقول لماذا القرآن الكريم غير مرتب والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم كل شيء عنه ونقلته ودرسته وتعلم أماك النزول الآيات فلماذا لم يرتب من قال لك هذا؟ لقد أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في الصورة الواحدة بتوقيف من النبي عساة السلام يعني إيه بتوقيف؟ يعني بوحي من الله مش اكتهد من الصحابة ونقل الكلام ده أكتر من واحد منهم الإمام الزركشي في البرهان وأبو جعفر النحاس لما قال ترتيب الآيات في صورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم يعني بوحي على النبي عساة والسلام وأمر النبي عساة والسلام من غير خلاف في هذا بين المسلمين بأي ده ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمدي والنسائي وابن حبان والحاكم أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الصورة ذات العدد يعني اللآياتها كتير فكان إذا يعني أنزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا إذن هناك صور وكل صورة مميزة عن الأخر فضعوا باقة الآيات دي فالنبي بيجيب اللي بيكتبوا ويأكد عليهم يكتبوا الآيات ويضعوها في الأماكن المحددة التي حددها صلى الله عليه وسلم بناء على الوحي كما أن قراءته صلى الله عليه وسلم للصور المختلفة يعني بمشهد من الصحابة على هذا الترتيب بين الآيات في صورها ده بيدل على إن ترتيب آياتها توقيفي يعني بوحي وليس باجتهاد من الصحابة وأكيد وبلا شك ما كان الصحابة رضي الله عنهم ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا أو يقرئوا على خلافه فقد أبلغ ذلك يعني أو بلغ ذلك مبلغ التواطر في النقل ما ينفعش الصحابة حيخلفوا النبي عيسى والسلام وبالنسبة بقى لترتيب الصور على ما هي عليه في المصاحف الآن أو كما هو موجود بين إيدينا دلوقتي كان أيضا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن الإمام الكرماني أنه قال ترتيب الصور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين سيدنا جبريل كان بينزل للنبي عيسى والسلام في كل رمضان يعارضه القرآن يراجع مع النبي الكم اللي وصل إليه إلى السنة اللي توفي فيها حضرة رسول الله عيسى والسلام راجعه أو عارضه القرآن مرتين طيب أكيد ده لحمة واحدة في هذا الموجود في اللوح المحفوظ على ما هو موجود في اللوح المحفوظ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بترتيب الآيات داخل الصورة الواحدة وكذلك بترتيب الصور حاجة بسيطة أوي نهايات الآيات كلها في أواخر الصور تلاقيها مش ساكنة تلاقيها مشكولة فتحة ضمة كسرة حسب الموقع الإعرابي التاح لأنك لو جيت تقرأ القرآن مبني على الصلة توصله على طول هتاخد نهاية أي صورة هتاخد آخر كلمة فيها آخر حرف فيها تلاقيها مشكول عشان هي مبني على الصلة موصولة نهاية الصورة تستفتح بيها الصورة اللي بعدها فهذا الترتيب بوحي ولا يمكن قول غير ذلك هذا الترتيب بوحي من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أدلة كتير من الأدلة على ذلك اللي أخرجه البخاري في صحيح يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فعبد الله بن مسعود بيقول إيه وبيقول الترتيب ده مما تعلمه قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها والأنبياء هن يعني هذه الصور تلك الصور هن من العتاق الأول وهن من تلادي يعني إيه من العتاق الأول يعني من قديم ما نزل وقوله وهن من تلادي أي من قديم ما قرأت وحفظت طب هو لما قال الترتيب ده وبيضرب إنه مثال بهذه عايز يوصل معنا فلما جاء عرض الترتيب ده عرضوا بالترتيب اللي بين إيدينا إذن هذا الترتيب كان موجود في زمن النبوة ومعلوم وهو توقيف ترتيب الآيات داخل الصورة وترتيب الصور بهذا الترتيب في المصحف توقيفي وفق ما هو موجود في اللوح المحفوظ وما علمه جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما عرضوا كمان يعني العرض اللي كان بيعرضها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل كل سنة كان بيعرض عليه ما كان يكتمع عنده منه كل سنة كل سنة وبعدين في السنة اللي توفي فيها يعني راجع معه القرآن مرتين والحقيقة هذا الفه المنضبط بإن ترتيب الصور توقيفي أي بوحي من الله وليس باجتهد من الصحابة قال به الكثير من أهل العلم لوضوح الأدلة على ذلك منهم الحافظ بن حجر والإمام السيوطي وغيرهم وهو مرتضاه كذلك جمع من المعاصرين كالعلمة محمد مخلوف العدوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في كتابه في علوم القرآن هنستأذن حضراتكم نطلع هذا الفاصل وبعد الفاصل نستكمل الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى وتيسيري اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلادنا وارزق أهلهم من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين مرحبا بحضراتكم من جديد معنا سؤال من ضمن الأسئلة اللي جات على صفحتنا صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة قال نبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين هل الحديث صحيح؟ هو جاء عن سيدنا جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل من يموت من أمتي جل يعني أكثر جل من يموت من أمتي بعد قضاء الله وكتابه وقدره بالأنفس يعني إيه بالأنفس؟ بالأنفس يعني بالعين ده روا أبو داود في مسنده وكذلك البزار أيضا في مسنده بإسناد حسن ورجاله كما قال ثقات وقال العلماء إن هذا الحديث أو ذكر أهل التحقيق في هذا الحديث إنه لا يقرأ هذا الحديث مستقلا عن الحديث الآخر يعني ما يتقرأش الحديث ده يحكم بيه فقد أو نفهم المعنى منه الوحد لازم يتجاب ويتحط معه الحديث الثاني الوارد في الصحيح حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه يعني ابن عباسر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين ومعنى كده العين حق إن لها تأثير حقيقي لكن لا مش بنفسها وإنما بتقدير الله تعالى وبأمره هو أودع فيها ده أودع فيها هذه القدرة وأجرى العادة على حصوله عندها بإذنه سبحانه وتعالى من ببل امتحل الناس وابتلاء الناس وإن الدنيا دار قدر ومعنى سبق القدر كما ورد زي ما هو جاي فيه الحديث أي أن العين يمكن إنها تكون سبب في إن إنسان يتصب بالأذى أو مرض أو حتى الوفاة بعد قضاء الله وقدر يعني ما ورد فيه الحديث جل من يموت من أمتي بعد قضاء الله وكتابه وقدره بالأنفس يعني العين معناه هنا بالأنفس اللي هي بالعين أي الباء هنا بنسميها في اللغة العربية الباء للسببية الباء فيه للسببية أي بالأنفس أي بسبب إصابة العين بعد قضاء الله وقدره وجاء هنا تقديم قضاء الله وقدره احتراز من باب الاحتراز عشان الناس الوهم ما يخدهاش فيفهموا إنه يعني الإصابة بالعين دي هتكون بغير قضاء الله وتعالى ده كلام مش صح فالهن الحديث بيضبط العملية الفكرية حتى لو أصبت بالعين لدرجة إنها تكون سبب في الوفاة هي بعد قضاء الله وقدره هي بإذن الله ومشيئته وعبارة الحديث الحقيقة بتشير إلى أمرين مهمين أول شيء بيان خطورة العين وإن الإنسان إذا رأى نعمة شفت نعمة على حد فتحة على حد أعطاء على حد على طول تذكر الله تعالى وليدعو لصاحبها بدوامها وليدعو لصاحبها بدوامها ويسأل الله تعالى لو هو حابب الحال اللي هو عليه ده أن يرزقه مثله عشان ما تضرش حد ما أنت ممكن عينك تكون عائنة وإنت مش واخد بالك تكون بتصيب وتؤذي وإنت مش واخد بالك فتؤذي وتضر عشان كده علمنا الشرع الشريف إذا كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحد شيئا أعجبه في نفسه أو ولدي أو في أي شيء النبي وجه فليبرك تقول تبارك الله ما شاء الله وهكذا نذكر الله تعالى حتى لا نضر غيرنا المسألة التانية اللي بنتعلمها من الحديث ده وهو ده أنا مش عايز الناس تتوسوس بالأمر لكن نفهم خطورة العين شيء ضروري إنها من الابتلاءات في الدنيا الشيء المهم كمان هو تأكيد الأحاديث على ضرورة المحافظة على التحصينات الشرعية والمعاوذات إلا أرشدنا إليها الشرع الشريف يبقى أنا أواظب على أذكار الصباح والمساء وما فيها من التحصينات كل ما هوارد عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إنسان ما ينسهوش يقرى النفسه ويعلم أولاده أنهم يقروا تعلم زوجها يعلم زوجته أعلم أمي أعلم أبوي وأمي يعلموني كل الناس تتضفر بالتذكير يذكر بعضنا بعضا على قراءة الأوراد التحصينية ونسأل الله سبحانه وتعالى بما فيها من أسرار وأنوار ليس لاعتقدنا بأن التحصينات بذتها فاعلة وإنما هي فاعلة بأمر الله فاعلة بإذنه ومشيئته جل في علا فنلتزم هذه التحصينات العين حق ويمكن أن تكون سببا في الأذى ولكن ده كله بيقع تحت قضاء الله وقدره مش حاجة بعيدة عن قضاء الله وقدره فلا شيء يحدث إلا بمشيئة الله جل جلاله هسيب حضرتكم مع كتابنا كتاب قلوب عامرة وبعد الكتاب نكمل الرد على أسئلة حضرتكم بتيسير الله تعالى كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع إحنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين وده بيجي من خلال إنه بيقرأ فبيبقى في بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بيقى القاعدة طفل معاك إنت ده لما بيتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة لأن القرآن ميسر للذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين مرحبا بكل مشاهدينا الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة ومازلنا في تصحيح صورة النبأ وحنبدأ في قراءة الآيات اللي عليها الدور لتصحيحها ونقرأ كمان مع شبابنا الحلوين ازايكم الحمد لله يالنبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا أنا عايزة الصوت حيختلف الآيات قبل كده كانت باب تكلم عن جهنم المرصادة وآيات كلها تهديد للمعاندين والمكذبين هنا الآيات هتتكلم عن أهل التقوى أهل الطاعة اللي بيدرأوا بطاعتهم عذاب جهنم عنهم لأنهم أطاعوا الله تعالى واتبعوا الرسل وتمعانوا وتدبروا في الآيات سواء آيات الوحي أو الآيات الكونية الخلق العظيم اللي قدامي فربنا بقى بيبشر أهل التقوى وربنا يجعلنا منهم ويجعلنا من أهل الفوز قولوا اللهم أمين اللهم أمين إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَا وَكَأْسًا دِهَاقًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ولا كِذَّابًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ولا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا مين الله هيقرأ؟ يَلَّا يَلَا إِنَّ لِلْمُطَّقِينَ مَفَازًا لَأْ مُطَّى لَأْ مُتَّاقِينَ إِنَّ لِلْمُطَّقِينَ مَفَازًا حَدَاءً قَوَّ وَأَعْنَابًا فين المد حَدَاءً قَوَّ أَعْنَابًا لا ما فيش عندي تنوين عشان أعمل له إضغاف أنا عندي مد والقف هنا مفتوحة والواو مفتوحة ما عنديش القف مش منونة حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا معايا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا أحسنت وكواعب أترابًا 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 وكأسًا دهاقًا لا يسمعون فيها لغوة ولا كدابة جزاء من ربك عطاء حسابة لا إزاي؟ هو أنت تشيل التنوين وتحط في التنوين؟ ليه يا لانا؟ عطاء أنا عندك عليها إيه؟ تنوين تنوين إيه؟ مفتوح ولا مضموم ولا مكسور؟ مفتوح؟ يبقى أنا عندي تنوين تمام؟ وراي حرفة من حروف الإضغام ولا الإظهار بعد عطاء أيما أنا هعرف إذا كنت حنطق نون التنوين ولا هتغمها ولا هعمل إيه؟ ولا هخفيها بعرف ده من الحرف اللي وراه؟ عطاء حسابة يعني أنت شايفة أنه يتعمل لها إضغام سكت وكده سادة الصمت إظهار ليه؟ لأن جاي وراها حرف إيه؟ حرف من حرف الإظهار والحق مدل حرف الإظهار حطلعك برا المجلس أنت بالذات تغلط الغلطة دي عيب عليك وراها حرف الحق حسابة مش عطاء؟ ما هو ده حرف من حروف الإظهار الحروف الإظهار إيه يا سيتي عم؟ ماشر بعدي أيوة ما أنت دلوقتي عندك التنوين المفتوح وراه؟ وراه الحق من حروف الحلقية من أحكام النون السكنة والتنوين إذا جاي وراها حرف من الحروف الحلقية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء بحروف كلها الحلقية بتظهر عطاء حسابة إنما لانا بتعملي إضغام وغنى لا إحنا لازم هنا نون التنوين تظهر في عطاء ويه؟ لأنه جاي وراها حرف من حروف الإظهار الحروف الحلقية اللي لازم تظهر فيها النون بتاعت التنوين أو النون بتاعت النون الساكنة عطاء حسابة عطاء حسابة يلا إلا نكملي عطاء تاني جزاء من ربك عطاء حسابة عطاء نفس المد حرف المد والهمزة جاي وراها في نفس الكلمة أربع حركات عطاء حسابة عطاء حسابة تمام يلا يا سيد إن للمتقين مفاذا أنا ما إزاي مش عقبان إن للمتقين مفاذا أدائق وأعنابا ما تقلقلش العين يا سيد كان حدائق كان حدائق وأعنابا كان حدائق حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا الهمزة وكأسا 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 اندهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابة يلا يا زهراء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزا من ربك عطا حسابا جميل يلا يا شروع إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إذن سي كويس أترابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا شوف أنا عشان مشيت كده وفوتك اللازم أخذك على طوفي يلا يلا حبيبي يلا قادا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا الإراءة حلوة أوي وتصويرك الصوت يا عجبني جميل واستهمس للتاب أترابا وكأسا ذهاقا وتقولها إزاي؟ وكأسا ذهاقا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جميل صدق الله العظيم وبلغ رسوله ونحن على ذلك نشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عننا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين مرحبا بكل سادة المشاهدين الكرام معنا من ضمن الأسئلة اللي وفدت على الصفحة الرسمية للبرنامج أخت كريمة بتقول عندي استفسار في السكن اللي أنا متوجدة فيه اتجاه القبلة بالضبط بيشير إلى دورة المياه أعزكم الله فكنت بحاول أدير سجادة الصلاة بعيد عنها في القبلة فبقيت إلى فبعدت يعني القبلة إلى حد ما بقيتش في مكانها يعني هي مش مش بحتى محاذاة لا ده انصرفت خالص عن القبلة عشان هي مش عايزة تواجه دورة المياه فإلى حد مش في مكانها فأنا مش عارفة أعمل إيه هل أصلي وعادي وما فاش حرمانية ولا ممكن مثلا أقفل استطارة اللي قدام الحمام مع العلم أن دي المساحة المتوفرة ليا في السكن أني أصلي فيها لضيق المكان بس يا سيدة الفاضلة هو تقرر عند استقبال القبلة ده شرط من شروط إيه شرط من شروط صحة الصلاة يعني لو ما استقبلتش القبلة وصليت في غير اتجاه القبرة صلتي بطولت لبقى ده شرط من شروط الصحة شرط من شروط صحة الصلاة زي إيه زي ستر العورة وتهارة السوب والبدن والمكان ما ينفعش المرأة مثلا تصلي يكاشفها عورتها أو الرجل في أثناء الصلاة وهكذا والتهارة كل دي شروط صحة الصلاة المطلوب عند جمهور الفقهاء هو ضرورة استقبال القبلة ولو من دون إصابة العين إصابة عين الكعبة المقول إصابة العين يعني إصابة عين الكعبة لو تبقى كده الكعبة ليه؟ الجمهور قالك حتى لو لم تصب العين وكاد شوية حتى فيه اتجاه الكعبة المهم يتحقق بإصابة عين الكعبة أو باتجاه الكعبة بينما يعني نبقى عارفين إنه اشترط الشافعية ضرورة إصابة عين الكعبة بالاجتهاد لذلك قدر الطاقة ده بس بنقولها من جهة التأصيل العلمي كون دورة المياه دي إنها في طريق القبلة بتاعتي في البيت عندي بحيث إن لو حضرتك حبيتي تصلي أو إذا أراد المصلي عندك استقبال القبلة كان واقف في محاذاة دورة المياه أو الحمام فده غير مؤثر لإن إحنا بنعيش في مكان المكان ده ليه حوائط وليه أبواب الحوائط والأبواب دي تحجز دورة المياه عن باقي الشقة اللي حضرتك قعدة فيها وبناء على ما سبق لا يجوز الانحراف عن جهة القبلة لأجل هذا الأمر والصلاة صحيحة إن شاء الله لأنك كمان انحرفت انحرفت تام ما بقيتش في اتجاه القبلة ولا في عين يعني نظر عينك على الكعبة ولا في اتجاه الكعبة لانت روح تبعيد خالص عن القبلة فبالتالي اختل شرط من شروط صحة الصلاة فاتجه إلى القبلة وكما عندك في البيت ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول معنا سؤال كريم ما معنى الأوابين كما ورد في قوله تعالى في سورة الإسراء فإنه كان للأوابين غفورة الأوابون جمع كلمة أواب جاي على صيغة مبالغة من الفعل آبا آبا يعني رجع طب جاي أواب يعني فعال دي صيغة مبالغة يعني مش رجع مرة ده بيرجع كتير فالأوابون هم الذين يكثرون من الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار ويتبون إلى مولاهم من الذنوب والخطايا وصفهم بصيغة المبالغة أوابين فعالين لهذا الفعل يقومون بالرجوع كثيرا إلى مولاهم بالتوبة والاستغفار لشدة تعلق قلوبهم بمولاه فمعنى الآية الكريمة فإنه كان للأوابين غفورة إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر ويرحم أولئك الذين يتوبون إليه بصدق توبة الصادق توبة اللي بيكتهدوا فيه ويكثرون من الرجوع إليه على طول بيرجعونه يقول أهل التفسير في تفسير إنه كان للأوابين غفورة إن المولى سبحانه وتعالى غفور لمن تاب إليه ورجع إليه ولو تكرر ذلك منه لأن اللي بيرجع إلى الله بالاستغفار وبالتوبة بيعد من أهل الطاعة ليه؟ لأنه لولا أنه ذكر الله لأنه ذاكر رجع لأنه من أهل الذكر ما كانش من أهل غفلة لأنه لو آخل غفلة يتمادى في اللي بيعمله لكنه من أهل الطاعة فبيرجع على طول حتى لو غلط آه يرجع ده أواب كثير الرجوع إلى مولى بالتوبة والاستغفار ورد في الحديث اللي رواه الإمام الترمذي وابن ماجه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ده إيه الرحمة دي؟ الحديث بيأكد على أن طبيعة البشر ارتكاب الأخطاء الوقوع في المعاصي لكن أفضل الخيرية فيه بتكمن عند هؤلاء الذين يتوبون ويرجعون إلى الله تعالى كثير الرجوع إلى مولاه وبينت السنة النبوية المطهرة سرعة قبول الله تعالى توبت عبده بمجرد أنه يرجع إليه سبحانه وتعالى سرعة القبول وتمحى السيئات وتبدل السيئات إلى حسناء أولئك يبدل الله سيئاتهم حسناء ورد في الحديث اللي جاء في الصحيحين عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ما أصل اللي بيتوب ذاكر زي ما كنا بنقول لولا أنه ذكر ما تاب ولا عاد هو ذاكر شوف أنا عند حسن ظن أنا عند ظن عبدي بي أنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعة وإن تقرب إلي ذراعة تقربت إليه باعة وإن أتاني يمشي أتيته هرولة العبد أول ما يؤوب يعود يرجع إلى مولاه على طول في سرعة في قبول توبته من الله وهذا من رحمة الله بعباده الحديث ده بيوضح للمؤمنين والمؤمنات فضل التوبة والرجوع إلى الله تعالى وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقبل من عبده القليل من العمل ويقابله بالكثير من الرحمة والمغفرة فربي غفور رحيم وبناء على ما سبق فالأوابون هم الذين يلتزمون بالرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار بعد كل ذنب هم الذين يحافظون على رضا ربهم ومرضاته وطاعته فاللهم جعلنا من التوابين وجعلنا اللهم من المقبولين وقال ربكم اللهم أمين أجمعين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل غزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم